اشتركوا في القناة وللأطر العلية المعطلة المرابطة بالرباط سواء المجموعة السابقة التي تم توظفها أو المجموعة الآنية وأعتقد ستكون مجموعة لاحقة أكيد لأن في بعض الحال هذه سياسة تخريج العاطلين إلى الشوارع مقطة ثانية لا بد من المتألة التي تنكر والشجم والتنديد بالمعاملات والاعتداءات التي تتعرضون لها من طرف قوى الأمن وهي طبعة الحال سلوكات جبالة سلوكات تعود بنا أو ترجعنا إلى العهد البائد العهد الذي طبعت الحال لم تعد تنفع فيه مسألة العساء والاعتداءات والتحرشات إلى ذلك وهذا الأمر تتبعناه عبر وسائل وسائل الإعلام مسألة الثانية الدعم كامل لكم كذلك في الحق في الحصول على حق المشروع والشغل وفي التشغيل وهذا من الكرامة للإنسان يكون كين شر كين سكن كين تطيئة صحية إلى آخر أكيد أنكم بعد انتقالكم إلى المرحلة المقبلة أي بعد الفصول على الوظيفة ستحصلون على أو ستواجهوا المعاناة أخرى هي التي يواجهها الموظفون بقطاعات الوظيفة العقومية وأعتقد أن أذكركم أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوعاً للاختجاج مجموعة مقطاعات وظيفة العقومية تأخذوا إضرابات واعتصامات ووقفات لماذا؟ بسبب التنكر طبعاً حال الحكومة لمجموعة دين المطالب مجموعة دين الاتزامات مجموعة دين الاتفاقات وأنا هنا مش باش نحبطكم أنا نتمنى الحكومة إذا كانت قد أخلفت مع النقابات ألا تخلف معكم وأن تفي بوعدها معكم وطبعاً الحال تفرج على مسألة دين لوائح أو مسألة دين التوظيفات بطبعاً الحال في إطار المجموعة دين الاتفاقات الأمر الآخر الأمر الآخر سيفتي بطبعاً الحال بقطاع التعليم ومواكب بقطاع دين التعليم وزارة التنمية المطالية في حاجة إلى تلتين ألف تلتين ألف ماستشغل ألف تنمية والله غير ألفين الخاصة مهوين سبقوا لبعض الإخوان مسألة دين الموادرة الطوعية والنزيف اللي تركاته في الإدارة العمومية وطنية هذا الأمر دولة بمعنى الدولة في حاجة إليكم وعلى شخص يضربوك أفضل 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 مجموعة دين الأفكار مجموعة دين الأقتراحات أسباب لي لها أستاذ حميد شباطة أبد حلق النشاطر وهو فيها الرأي بحكم أصلاً كنثيف التعاون اللي عدنا في إطار الاتحاد الوطني للشغل المغرب والاتحاد العام للشغالي بالمغرب يعني نريد أن أكد على أن الدعم ديالكم سيستمر إلى أبعد حدود في إطار المركزية النقابية نطبع حلق أعتقد أنه هذا ليس مطبع لكي نزيده كل المركزية النقابية هي تتمنى الخير